هذا البرنامج برعاية برحب بحضراتكم مشاهدين مجدداً النهاردة طبعاً 17 رمضان العالم الإسلامي كله بيحتفل النهاردة بذكرة هامة جداً هي ذكرة غزوة بدر الكبرى من أهم الغزوات اللي شارك فيها المسلمين في عهد النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام واللي حققوا فيها انتصار كبير جداً على المشركين في هذا التوقيت استمحوا الله النهاردة نتكلم عن أحداث هذه الغزوة الهمة وعن الدروسة المستفادة من غزوة بدر معظيف الكريم اللي بيشرفني النهاردة دكتور محمد السعيد عطالة عالم من علماء الأوقف أهلاً بحكة دكتور أهلاً وسلم والعام وحضرتك طيب وحضرتك والشهد المشاهدين أجمعين والأمة الإسلامية بالخير والإمن والبركاتة اللهم أمين يعني ماذا عن هذه المناسبة وهذه الذكرة الخاصة بغزوة بدر وهي من أشهر الغزوات وأكبر الغزوات اللي شارك فيها المسلمين في عهد النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام الحمد لله العزيز الجبار الذي تنعم على عباده بالفوز والانتصار والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المختار أما بعد فإن الحق سبحانه يقول في القرآن المجيد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أزله فاتقوا الله لعلكم تشكرون من المعلوم أن غزوة بدر الكبرى التي سميت بيوم الفرقان يوم التقى الجمعان وقعت أحداثها في شهر رمضان كغيرها من الانتصارات الكبرى فرمضان شهر حافل بانتصارات المسلمين في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان غزوة بدر الكبرى بين المسلمين بقيادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش بقيادة عمر بن هشام المخزومي في شهر رمضان سنة تمانية هجرية فتح مكة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا في شهر رمضان سنة 13 هجرية معركة البويب بين المسلمين بقيادة المثنى بن حارثة وبين الفرس بقيادة مهران بن بازان في شهر رمضان سنة 15 هجرية معركة القادسية بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص وبين الفرس في شهر رمضان سنة 31 هجرية معركة النوبة كانت بين المسلمين وبين القبط النبيين في شهر رمضان سنة 92 هجرية فتح الأندلس انتصر فيها المسلمون بقيادة طارق ابن زياد على القوت في شهر رمضان سنة 114 هجرية كانت معركة بلاط الشهداء انتصر فيها المسلمون بقيادة عبد الرحمن الغافقية على الفرينجا بقيادة شارل مارتل في شهر رمضان سنة 223 هجرية فتح عمورية انتصر فيه المسلمون بقيادة الخليفة العباسي المعتصم بالله على الروم حينما نادت امرأة المسلمة مستغيسة ومعتصمة في شهر رمضان سنة 479 هجرية معركة الزلاقة انتصر فيها المسلمون بقيادة يوسف ابن تشفين على الفرينجا في شهر رمضان سنة 583 هجرية موقعة حطين انتصر فيها المسلمون بقيادة صلاح الديني الأيوبي على الفرينجا أو الصليبيين بقيادة لويس التاسع في شهر رمضان سنة 673 هجرية في شهر رمضان كانت معركة المنصورة التي انتصر فيها المسلمون المصريون على الفرينجا الصليبيين في شهر رمضان سنة 658 هجرية موقعة عينجا لوت التي انتصر فيها المسلمون بقيادة سيف الدين قطز على التطار أو المغول بقيادة كتبغة في شهر رمضان سنة 666 هجرية معركة استرداد أنطاقيا انتصر فيها المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس على الفرينجا في شهر رمضان سنة 673 هجرية فتح أرمينية انتصر فيها المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس على الفرينجا ثم تتوج هذه الانتصارات سنة 1393 هجرية في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر يوم النصر المجيد الذي انتصر فيه المسلمون المصريون على إسرائيل إذن دكتور يعني نقدر نقول إن شهر رمضان هو شهر الانتصارات والبطولات والأحداث اللي فيها بطولة يعني يجب أنها تخلد على مرأة تاريخ ماذا عن غزوة بدر وبداية الأحداث يا دكتور وحتى وصول المسلمين لأرض المعركة بداية حينما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة لم يكن مأذونا لهم بالقتال أو بالمحاربة كانوا مأمورين بسياسة الهدنة وسياسة اجتناب المخاطر إلى أن نزل قول الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لخطير من هنا فتح باب الدفاع للمسلمين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يترقب الأحوال حينما علم بخدوم قافلة تجارية قادمة من أرض الشام بخيادة أبي سفيان اقترح النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أن يتربصوا بهذه القافلة سيما وأن ما كان يحرصها من الرجال كان عددا يبلغ زهاء أربعين رجلا فقط فإذا اعترضها المسلمون قاموا بهز أو بلبلة القوى العسكرية لقريش فحينما خرج المسلمون قاصدين هذا الغرض كان نبي صلى الله عليه وسلم يرسل أتباعه ليتحسسوا المكان فشعر أبو سفيان بما يدبر له فأرسل رجلا من عنده إلى قريش يطلب المدد ويستغيث به لمقاومة المسلمين ولم ينتظر حتى يأتيه المدد ولكنه سلك طريقا تختلف عن الطريقة التي توصله إلى بئر بدر حيث كان المسلمون يتربصون به وبذلك نجت القافلة ولكن بعد نجات القافلة أصبح الأمر جد خطير النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريش لن تسكت على هذا الأمر قريش احتارت في هذا الأمر وأصرت على الانتقام حتى تثبت أقدامها وقوتها العسكرية في المنطقة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بأصحابه وشاورهم وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الانفراد بالرأي مع أنه أكمل الناس عقلا لكن الحق سبحانه قال له في القرآن العظيم وشاورهم في الأمر لماذا؟ مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عقلا حتى يكون قدوة للناس من بعده ويكون منهج المشاورة منهجا شرعيا للمسلمين على مر العصور والأزمان ولأن علوم الخلق لا متناهية فلا يبعد أن يخطر ببال إنسان ما لم يخطر ببال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك حينما اقترح الحباب بن المنذر رأيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقوم ببناء حوض حول بئر بدر حتى يشرب المسلمون ويمنع الماء عن الكافرين وعجب النبي صلى الله عليه وسلم بفكرته وقام بتنفيذها كذلك حينما اقترح سعد بن معاز فكرة بناء حصن للقيادة مكان فوق تل مرتفع يحتمي به النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على حياته رحب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفكرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بمثل هذه الأمور في المشاورة ويأخذ برأي الآخرين ما دام صائبا حينما جاءت قريش بجيش قوامه ألف مقاتل بينما كان جيش المسلمين قوامه ثلاثة مئة وبضعة عشر رجلا فقط يعني تقريبا سلس عدد الكافرين ولذلك كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وبدأت المعركة تقدم سلاسة من صناديد الشرك في قريش عطبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عطبة وطلبوا سلاسة من أبناء عمومتهم من المسلمين ليبارزوهم فتقدم حمزة بن عبد المطالب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث وضرت المبارزة بين هؤلاء وأولئك قتل حمزة بن عبد المطالب عطبة بن ربيعة وقتل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه شيبة بن ربيعة أما عبيدة بن الحارث فقد تبارز طويلا مع الوليد وأسخن كل منهما الآخر يعني أنهك قوى الآخر ثم مال علي وحمزة على الوليد فقتله وحمل جسة صاحبهما عبيدة من هنا ثارت جموع المشركين فقد قتل سلاسة من قوادهم في هذا الأمر واشتدت المعركة وأكرم الله عز وجل المسلمين بتأييدهم بالملائكة وأيدهم بجنود لم يروها من الملائكة وكان هذا من رحمة الله عز وجل ومن معية الله عز وجل حتى يعلم المسلمون على مر العصور والأزمان أن من كان في معية الله فلا خوف عليه ولا يصيبه ضرر ولا يصيبه أزر وأن المنهج الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في ثلاثة ألفاظ هو منهاج النجاح على مر العصور والأزمان احفظ الله يحفظك إن الله يدافع عن الذين آمنوا لذلك فالأمور قد تخرج عن حيز العقل لأن جيش المسلمين كان ضئيلا بالنسبة لجيش الكافرين العدة والعتاد أقل بكثير وكإمكانيات وعدة كانت في كل شيء في الخيل في الأباعر في الرماح في النبال في كل شيء كان أقل وأضعف لكن الحق سبحانه يظهر قدرته ودفاعه عن المسلمين ليعلم الجميع أن الأمور تسير بتدبير إلهي ما دمنا نأخذ بالأسباب سفينة تيطانك بنها مئات الأشخاص على أعلى مستويات الدقة والأمان وسفينة نوح بنها شخص واحد بمنتهى البساطة والبدائية الأولى غرقت والثانية حملت البشرية لنعلم أن الله عز وجل حينما يتولى عباده المؤمنين فإنه ينجيهم بفضله وكرمه نعم دكتور يعني أكيد مثل هذه الغزوات والمعارك الهمة في تاريخ المسلمين في يعني من خلال هذه الغزوات دروس مستفادة ما هي أهم دروس المستفادة اللي ندر نقول أنه حتى هذه اللحظة تدرس وتعلم ونستفيد منها من مثل هذه الغزوات اللي خضى المسلمين في عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أولا أهمية التخطيط السليم لابد أن نأخذ بالأسباب يعني لا نتواكل ونقول أن النصر من عند الله والرزق من عند الله ونكتفي بذلك ولكن علينا أن نقوم بإعداد القوة اللازمة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطط تخطيطا سليما لم يترك المدينة بدون حامية وإنما استخلف عليها عبدالله بن أم مكتوم على المدينة وعلى أداء الصلاة ثم أبا لبابة بن المنذر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قسم جيشه إلى كتيبتين مهاجرين وأنصار كان قائد المهاجرين هو علي بن أبي طالب وقائد الأنصار هو سعد بن معاس قسم الجيش إلى ميمنة وإلى ميصرة قائد الميمنة الزبير بن العوام وقائد الميصرة هو المقداد بن عمر كان هناك حامل للواء المسلمين في هذه المعركة قائد لواء المسلمين في المعركة كان مصعب بن عمير وكان اللواء أو الراية لونها أبيض علامة على السلام والنقاء والصفاء الذي يتحلى به المسلمون لأن المسلمون لا يجيرون ولا يعتدون على أحد لكن منهجهم هو الدفاع عن العقيدة الإسلامية لأن الحق سبحانه قال في القرآن المجيد وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إذن فمنهج المسلمين على مر العصور والأزمان هو منهج دفاع لا هجوم دفاع عن العقيدة الإسلامية ضد محاربيها من هنا نتعلم أهمية التخطيط المدروس والأخذ بالأسباب نتعلم أن الأمور متقلبة ولا تسير دائما بحساب العقل نقول لكل إنسان الحياة قد تنقلب عليك في لحظة بمكالمة هاتف بنتيجة تحاليل أو فحص طبي بخطوة خاطئة في الطريق أو غير ذلك لحظة واحدة كفيلة بجعلك تدور حول نفسك مهما كانت مخططاتك وترتيباتك وتأميناتك فالحياة تخبرنا دائما بأنه لا يوجد بها ضمان ولا أمان إلا بتقوى الله عز وجل ألا بالصبر تبلغ ما تريده وبالتقوى يلين لك الحديد ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقية هو السعيد نتعلم من هذه المعركة الكبرى يوم الفرقان أن شهر رمضان ليس شهر تكاسل أو تقاعس أو راحة كما يعتقد البعض ويستسقل العمل في شهر الصيام ويقول أنه صائم ويتكاسل عن أداء عمله بل هو شهر الجد والاجتهاد والكفاح والانتصارات والدليل على ذلك الانتصارات الكثيرة التي أحرزها المسلمون وهم صائمون في هذا الشهر المبارك صحيح طيب دكتور يعني إحنا دلوقتي في 17 رمضان وإحنا خلاص أوشكنا على الانتهاء من عشرة المغفرة خلينا كده مع حضرتك يعني نذكر بعض الفضاء لهذه الأيام المباركة وإزاي ممكن نستثمرها يعني الاستثمار الأمثل ونستغل هذه الأيام في طاعة الله عز وجل في هذه الأيام المباركة مسابقة ذهبية يجرى فيها السحب يوميا يفوز فيها كل يوم سبعون ألفا من المسلمين بما يفوزون يفوزون بدخول الجنة بلا مناقشة حساب ولا سابقة عذاب في كل ليلة من هذه الليالي المباركة يعتق الله عز وجل من عباده عددا يساوي عدد شعر غنم بني كلاب وبني كلاب قبيلة عربية كانت معروفة ومشهورة بالكثرة المفرطة للأغنام يعتق الله من رقاب المسلمين في كل ليلة عددا يساوي عدد شعر غنم بني كلاب وليس عدد الغنم ولكن عدد الشعر ذل على كسرة الرحمة والعطق من النار في هذه الأيام والليالي المباركة في كل يوم من هذه الأيام دعوة مجابة للصائم للصائم عند فطره دعوة لا ترد النافلة في هذه الأيام تعدل أجر فريضة والفريضة تعدل أجر سبعين فريضة ولذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على الطاعات الصدقة في هذه الأيام تعدل سبعين ضعفا يعني تقدر بسبعين ضعف في هذه الأيام الأواخر من شهر رمضان التي نزل فيها القرآن ينبغي أن نحرص على التعايش مع القرآن لأن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة مع الصيام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة وإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تنصب عليه خيمة من نور تهتدي بها الملائكة الهابطة من السماء كما يهتدى بالكوكب الدري في لجج البحار فإذا مات صاحب القرآن انطفأ ذلك النور فيسأل الملائكة بعضهم بعض أين صاحب القرآن الذي كان ينير بيته بتلاوته أناء الليل وأطراف النهار فيقال إنه قد مات وساعة إذن يصعد القرآن إلى رب العزة فيسأله الشفاعة لصاحبه ثم ينزل وعد أن يغسل صاحبه فيوضع بين الجسد والكفن حتى إذا ما دفن صاحب القرآن وجاءه الملكان الأسودان الأزرقان وأجلساه للسؤال يتصور القرآن في صورة ملك جميل الطلعة فيجلس بين صاحبه وبين الملكين السائلين فإذا وجه الملكان السؤال لصاحب القرآن قال له القرآن لا عليك منهما لا تخف ولا تحزن فإني قد سألت الله أن يشفعني فيك فشفعني في هذه الأيام يحرص المسلمون على البر والصدقات وهناك صدقة واجبة هي زكاة الفطر التي ينبغي أن يحرص المسلمون عليها ووقتها يكون في أواخر رمضان ويجوز إخراجها من بداية شهر رمضان ولكن أفضل موعد لها هو ليلة العيد في آخر ليالي رمضان ويتجب على الجميع لا تحتاج إلى نصاب كل من امتلك ما يزيد عن قوت يومه عليه أن يخرجها على الفقير والغنية على الكبير والصغير على الزكر والأنسى على المقيم والمسافر يخرجها العبد عن نفسه وعن كل من يعوله من أهل بيته حتى لو ولد له مولود قبل غروب شمس آخر أيام رمضان بلحظة أخرج عنه زكاة الفطر ولو مات له ميت بعد غروب شمس آخر أيام رمضان بلحظة أخرج عنه زكاة الفطر ويستحب دون وجوب إخراجها عن الجنين في بطن أمه وتخرج على الوجه الأفضل في البلد الذي تغرب فيه شمس آخر أيام رمضان على المزكي وإن كان مسافرا جاز له أن يخرجها في المكان الذي هو مسافر فيه أو أن يوكل في بلده من يخرجها عنه وتقدر بصاع من أغلب قوت البلدة يعني الصاع يقدر بحوالي 2.5 كيلو جراما من الأرز أو القمح أو الطمر أو الزبيب أو الشعير وحددتها دار الإفتاء المصرية بمبلغ يقدر بـ 15 جنيها كحد أدنى عن الفرض والنبي صلى الله عليه وسلم يصيب أن يخرجها كل عبد في بلده لقوله إن الله لا يقبل صدقة عبد خارج بلده وأهلها محاويش إذن في هذه الأيام الصدقات القرآن صلة الأرحام ذكر الله عز وجل نبز العداوة والخصام التصافي التصالح العفو بين المتخاصمين العمل بالوصية المحمدية القائلة أعفو عن من ظلمك وأعطي من حرمك وصل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك ولا تخن من خانك لنهجر الخلافات نقول لكل إنسان يعيش في صراعات أو في خلافات ستدرك في وقت متأخر أن معظم المعارك التي قطها في حياتك الدنيا لم تكن سوى أحداث هامشية الهدك عن مهمتك الحقيقية في الحياة وهي السعي من أجل طاعة الله ونيل رضاه فحاول أن تجعل هذا الإدراك مبكرا من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك غدا ستصبح فردا ولون حالك حالك ولست والله تدري أي المسالك سالك إما لجنة عدن أو في المهالك هالك دكتور يعني هتوقف مع حضرتك عند جزئية سلة الرحمة أدي إيه دي من الحاجات المهمة جدا جدا أن نكون حارسين عليها بشكل عام في أيامنا المعتادة وبشكل خاص جدا في شهر رمضان الفضيل أدي إيه دي من الحاجات المستحبة جدا أن يكون فيه صلة للأرحم في هذا الشهر الفضيل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صره أن يبسط له في رزقه يعني يوسع له في رزقه وأن ينسأ له في أثره يعني يمد له في عمره فليصل رحمه القرآن الكريم عد قطيعة الأرحام من أكبر صور الفساد فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطع أرحمكم جاء رجل إلى الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقال له رأيت في المنام أنني أغسل ثوبي لكنه لا ينظف أغسله مرارا وتكرارا لكن لا يزول ما به من دنس قال له أنت قاطع لرحمك مخاصم لأخيك قال صدقت يا إمام وذهب وصالح أخاه فلما نام رأى أن ثوبه قد نظف الإنسان ينبغي أن يعلم أن الحياة قصيرة علينا أن لا نضيعها في الخصومات فالخصومات تضيق الصدور والدنيا على سعتها لا تسع متخاصمين اثنين وسم الخياط أي ثقب الإبرة يسع المتحابين في الله إن التسامح يعلي شأن صاحبه والكبر نزغ يسعى فيه شيطان وأفضل الأرض ما للقلب فيه هوا سم الخياط مع الأحباب ميدان أخوان عربيان كان يسيران في الصحراء حدث بينهما جدال فلطم الأخ الأكبر أخاه الأصغر على وجهه لم يتحدث الأخ الأصغر لكنه كاتب على الرمل اليوم أخي الأكبر ضربني ثم وصل المسير فإذا بهذا الأخ الأصغر الذي ضرب على وجهه تزل قدماه في واحة من الرمال المتحركة كاد يغرق في بحر الرمال لو لا أن أخاه الأكبر الذي لطمه آنفا تشبث به وأخذ يجذبه بكل قوته حتى كان سببا في نجاته بأمر الله عز وجل لم يتكلم الأخ الأصغر لكنه نقش على صخرة اليوم أخي الأكبر أنقذ حياتي قال له أخوه الأكبر عجبا لك يا أخي عندما ضربتك كتبت ذلك على الرمل ولكن عندما أنقصتك نقشت ذلك على الصخر فلماذا؟ قال عندما ضربتني كتبت ذلك على الرمل حتى تزيله الرياح ويمحوه التسامح ولكن عندما أنقصتني نقشت ذلك على الصخرة حتى يخلده الزمن ويحفظه التاريخ وهذه طبيعة الحر العاقل يحفظ الإحسان وينسى الإساءة ويعمل دائما بقول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم لأن الذين يواجهون النار بالنار عادة يحصلون على الرماد والعياذ بالله يعني حكي تقول إيه للمتخصمين في هذا الشهر الناس اللي جاء عليهم شهر رمضان وهم زعلانين من بعض مخصمين بعض مقطعين بعض قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل صعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يعني بعض الناس يمكن أن يكونوا يقومون بفعل الحسنات والطاعات يصومون يصلون يتصدقون لكنهم يجمعون حسناتهم في وعاء المسقو لأن قاطع الرحم يحبط عمله بقطيعة رحمة يصلي يصوم يزكي يقرأ القرآن لكن كل هذه الأعمال تحبط وتضيع هباء ولا ترتفع إلى السماء بسبب قطيعة الرحمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرة يعني لا يقبل منهم عمل حتى الصلاة لا ترتفع فوق رؤوسهم شبر ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرة رجل أما قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط أي غاضب وأخوان متصارمان يعني أخوان متخاصمان نعم إذن لابد من نبز العداوة والخصومة لأن الدنيا فانية ولا تستحق أن نضيع أعمالنا هباء وأن نضيع أعمارنا دون جدوى العمر ينقضي والوقت ينضي والإنسان سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة بين يدي الله عز وجل يعني دكتور عيزة من حضرتك كده سريعا جدوى كده سريع للتعاط والعبادات إزاي ننظم العبادات فيما تبقى بقى من أيام الشهر الفضيل عشان نستغل بقى ما تبقى أفضل استغلال إن شاء الله في المجمع لا بد من الحفاظ على الصلوات هذا في المقام الأول لأن من رحمة الله عز وجل أن العبد يموت بين صلاتين صلاة أداها وصلاة ينتظرها فإذا وفقق الله عز وجل لأداء صلاة فاستشعر أنك تصلي صلاة مودع حتى يملغ الخشوع منك منتهى فإذا فرغت من الصلاة بفضل الله فانو انتظار الصلاة القادمة حتى إذا ما مت بين الصلاتين كنت ضامنا على الله ودخلت الجنة واعلم أنك ستبقى في دائرة الضياع والهموم والأحزان إذا كانت الصلاة ليست في دائرة اهتمامك فالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة مقرون بالصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح فكيف يفلح من لا يصليه التعايش مع القرآن العظيم إما بالقراءة أو بالاستماع أو بالنظر في المصحف الذين لا يجيدون القراءة بمجرد أن تفتح المصحف وتنظر فيه تجمع الحسنات هناك سلسة أمور مجرد النظر فيها عبادة النظر إلى الكعبة يجلب لك حسنات النظر في المصحف يجلب لك حسنات النظر إلى وجه الوالدين بحنان يجلب لك حسنات بالإضافة إلى أنك إذا مر عليك يوم ولم تفتح المصحف ولم تقرأ ما تيسر من كتاب الله كنت هاجرا والعياذ بالله وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا الذي يداوم على النظر في كتاب الله يوميا يحفظ الله عليه بصره من أمراض العيون لا يصب أي مرض من أمراض العيون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدام النظر في كتاب الله حفظ الله عليه بصره ما دام حيا البحث عن الضعفاء والفخراء والمساكين والأرامل والأيتام ومحاولة إدخال الصرور على قلوبهم يقول الإمام مالك بن دينار عليه سحائب الرحمة كنت أعرف رجلا في بلدتنا وكنت أظنه مقصرا في جنب الله فلما مات وجئ بجنازته تكسلت أن أصلي عليه فلما نمت في ليلتي رأيت هذا الرجل يرتع في نعيم الجنة قلت له عجبا لك يا فلان لقد كنت أظنك مقصرا في جنب الله فمن الذي بلغك هذه المكانة قال يا مالك لو أنك تملك خزائن رحمة ربي إذن لأمسكت خشية الإنفاق إنني كنت حقا مقصرا في جنب الله إلا أنني كنت أعمل عملا يسيرا وأرجو به من الله النجاة ما هذا العمل؟ قال كنت إذا جاءت لها لرمضان أمر على أيتام وفقراء الحي الذي أسكن فيه وأقدم لهم ما يتيسر لي وأحاول أن أدخل السرور على قلوبهم فلا أنصرفوا من عندهم إلا وهم يدعون لي هيا دكتور وقتنا مرة مع حضرتك سريعا ولكن شرفنا طبعا بوجودك النهاردة معنا في ليلة السابعة عشر من شهر رمضان وذكرى طبعا غزوة بدر شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمد سعيد عطلة من علماء الأوقاف شكرا جزيلا لفندر شكرا حضرتك مشاهدينا سنكملين مع حضرتكم صهرتنا النهاردة واليالي رمضان وفقر أخيرة في حلقتنا أنتظرونا بعد الفاصل هذا البرنامج برعاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر